اولى قهارات مرتضى منصور بعد اول اجتماع لمجلس اقدارة نادي الزمالك واول ظهور لرئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور امس ورسائل نارية وتهديد ناري للدولة واحمد موسى وعمر اديب ومفاجأة مدوية بخصوص قناة نادي الزمالك وصفقة الاهل المنتظرة وتغيير موقف اليو باجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عيلة كورة سبورت في كل مكان فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في 付ها في الجزء الاوام لحلقة عن كل اخبار النادي الاهلي كالعادة هنتكلم عن صفقة الاهل الجديدة وايه التفاصيل اللي حصلت مؤخرا في صفقة النادي الاهل المنتظرة وموجف اليو باجي وتغيير رأيه من الرحيل للنادي الاهلي. كمان هنتكلم عن اولى قارات مجانات نادي الزمالك ورسائل نارية من رئيس نادي الزمالك واول ظهور رسم من رئيس نادي الزمالك عشان وصل لك شعور بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة طعن يبدأ حققتنا سريعا من اخبار النادي الاهلي موسيماني يتمسك ببقاء العربي بدر في صفوف النادي الاهلي ويرفض الضفريط في اللاعب حتى لو على سبيل الاهرة وبيقرر انه هيمنحه فرصة بداية من المسم الجديد لمشاركة اساسيا مع النادي الاهلي كمان بتسو موسيماني وقرر الابقاء على محمود وحيد محمود وحيد لعب النادي الاهلي موسيماني بيرفض تماما فكرة رحيله عن النادي الاهلي حتى لو على سبيل الاهرة وبيرفض كل عروض لجاءة اللاعب الفترة الاخيرة كما النادي ودي ديجلة بيفاجئ النادي الاهلي بتغيير شروطه في صفقة احمد رمضان بيقهم نادي ودي ديجلة غير شروطه في البداية كان فيه اتفاق بين مسؤول الاهلي ومسؤول الاهلي على انضمام بيقهم للنادي الاهلي مقابل مبلغ مالي بخلاف اثنين لعيب الاهرة هيروحوا من الاهلي لنادي ودي ديجلة لكن مسؤول بدي دجلا غير رأيهم تماما ورفضوا اللعيبة الاعارة من اه النادي الاهلي وقالوا احنا عايزين فلوس بس احنا عايزين كيمة اعارت او كيمة بيع احمد رمضان بيقى من النادي الاهلي باثناشر مليون وخمسمائة الف جنيه. اه وكمان عايزين المبلغ ده كاش مش عايزين وقصات الا النادي الاهلي بيطلب ان هو قصة المبلغ على ثلاثة الدفعات وده اللي ما عطر الصفقة لغاية دلوقتي الكلام دلوقتي النادي الاهلي عايز يدفع الاثناشر مليون وخمسمائة الف على ثلاثة مرات دجلا عايزين فلوس كاش ومش عايزين اي لعيبة معارين من النادي. الى هدات تغيير الجديد في صفقة احمد رمضان بيقهم كمان النادي الاهلي بيتطمن على لعيبته في معسكر منتخب مصر طبعا بعد اه اصابة صلاح بالكورونا فالنادي الاهلي بيتطمن على لعيبة داخل المعسكر والتحاد الكرة بيأكد للنادي الاهلي ان الصفقات الجديدة سواء طهر محمد طاهر او بدر بانون او اللاعبة الجيدة في النادي الاهلي يحق لها المشاركة في نهاية كأس مصر بس مش قبل كده. كمان الاسماعيلي بتركب قرار النادي الاهلي باستغناء عن باسم علي. باسم علي بيطلب الرحيل عن النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي بتركب قرار النادي الاهلي سواء باستمرار باسم علي او عارتو. النادي الاسماعيلي مستعد لو النادي الاهلي استغناء عن باسم علي. فهم مستعدين ان يتعاقدوا مع اللاعب بالمجان كمان صراع بين المقصة والجنة والاتحاد السكندري للتعاقد مع اليو باجي التلاتة بيتصرعوا على الفوز بخدمات اليو باجي على سبيل اعرى من النادي الاهلي كمان فرج عامر بيأكد ان اهتمام سموحها بباجي مش موجود وينادي سموحها ما طلبش التعاقد مع اللاعب وموسيماني بيطلب تقرير مفصل عن كل لعيب النادي الاهلي في المنتخبات سواء مندخب مصر او المحترفين قبل نهاية افريقيا يوم سبع وعشرين نوفمبر واسموحها الصفاقات الجديدة لا تتجاوز تلاتة مليون جنيه وصراف من نظر عن اليو باجي ولجنة الخليط في النادي الاهلي ستجتمع مع موسيماني الحاسم مصير صفكة ويلتر بوليا هو مهاجم الجونة في كلام عليه داخل النادي الاهلي لجنة الخليط في النادي هتعاقد اجتماع مع موسيماني خلال ساعات هيتم حاسم الموقف اللاعب وكمان عودة احمد ياسر ريان من عدمها سواء اللي هيرجع او مش هيرجع كمان بيتس موسيماني بيقرر ان هيكون في ميزان كل اتنين وسبعين ساعة لجماعة لعيب النادي الاهلي وبحذر لعيبة من الوزن الزايد واحمد الشيخ بيرفض الرحيل على سبيل الاعارة وبطلب رحيل النهائي على النادي الاهلي وبيتس موسيماني برضا هيحسن مصير الصفكة التبادلية بين اه النادي الاهلي وبين برامدز محمد فاروق واحمد الشيخ كمان اليوم بجي بيرفض اه لاتحاد السكندر وبيتمسك بفسخة يتعاقده مع النادي الاهلي وبيرفض الاعارة لأي نادي داخل مصر كمان التشكيل المتوقع لمندخم مصر اليوم النهاردة مباراة ان شاء الله تليه بساعة تسعة مساء على بين سبورت سيفن هتكون اللقاء موزع على بين سبورت سيفن الناس اللي مش عارفة فالتشكيل المتوقع يكون كالقاتي في حراسة المرمى محمد شناوي خط الدفاع محمد هاني احمد حجازي محمود علاء ايمان اشرف خط الوسط محمد انني طارق حامد ومحمد حسن ترزيكي وعبدالله السعيد واحمد السعيد زيزول هيكون بشكل كبير جدا بديل يا عبدالله السعيد النهاردة خط الهجوم هيكون مكون يا احمد حسن كوكا يا مصطفى محمد لسه ما فيش استقرار رسمي من جانب الكابتل حسام البدري كمان بالنسبة لاخبار نادي الزمالك والجديد في اخبار نادي الزمالك. اربع كارات مهمة لمجلس ادارة نادي الزمالك في اول ظهور لمرتضى منصور بعد الانتخابات. الاربع كارات كلاتي صرف جميع المستحقات للاعيب نادي الزمالك. مناقشة استعداد زمالك لي نهاء افريقيا سبعة عشرين نوفمبر. اعتماد عارض رزاق سي سي وبيع محمد عنتر واحمد رفعت للنادي المصري. كمان اه ناقش اه مجلس ادارة زمالك بعض الامور الادارية الخاصة بفريق نادي الزمالك في الاجتماع. رئيس لأعضاء الجماعية الاممية وقال لهم الهرم اللي اسمه الزمالك عمر ما هيقع ورئيسه عمر ما هيقع. والشكر لملاقين نادي الزمالك اللي وقفين معنا. وسعيد بان الجماعير كلها ايد واحدة. ويتحملنا الكثير وفي النهاية عندنا هدف واحد هو الفوز بدور ابطال افريقيا وبياكد ان هو تعرض لوعكة صحية. منعته من الظهور في نادي الزمالك الايام اللي فاتت. وانه تعرض لوعكة صحية قبل الانتخابات بيوم. كمان بيقول لك انا تعرضت للظلم والاسود لا تسقط. اكد ان هو تعرض لظلم وان هو كان الاول في انتخابات مجلس النواب. وفجأة في اخر كم صندوق بقى العاشر مش عارف ازاي. وبيقول لك انا رجل وطني وتعرضت الحرب قوية جدا. ابرزها العزل من اللجنة الاولمبية. ثم اتطعن على ايحة نادي الزمالك واغلاق قناة نادي الزمالك. مو شددا ان كل ما يحدث اه مش هتكلم فيه دلوقتي وان كل حدث حديث ولن اخطأ ولن اخطأ فيه اه ولن اوجه هاي ساعة واخطأ فيه دولة اه في دولة مصر وانا رجل وطني. هو كمان رئيس نادي زمالك امبارح من دون متصراحاته بيقسم ان هو اه ما صقتش في الانتخابات وان هو الله العزم وصيئت وان فيه ناس متخيئين ان هو صيئت مش قدير ارفع من زي نتيجة طلعت وراجل بقول لك انا كنت الاول وبفارق عشر تلاف صوت عن اقرب المنافسين وفجأة بقيت العاشر بيقول لك الناس كتير في البلد فرحانة ان انا سقت وقضيتي قضية شخصية لكني وبأكد ان انا ما سقتش في الانتخابات بوجه رسائل ليه احمد موسى وعمر اديب. احمد موسى وعمر اديب. امبارح وجيه لهم رسائل وقال لهم الحساب قادم. بيقول لك انا اه اعرف احمد موسى وهو صديق شخص ليه وهو رجل سعيدي وسهاج جدع وعمر ما سأتي ليه ولكن الحساب قادم. امبارح في اول ظهور رسمي في قناة اه اسف في نادي الزمالك. بعد طبعا الانتخابات رئيس نادي الزمالك يمبارح يظهر بشكل يعني شكل بيبين لك قد ايه رئيس نادي الزمالك في صدمة وفي حالة من الظهول. الرجل يمبارح بيقول لك انا مسائدش وبيحلي في نوع مسائدش رغم النتيجة طلعت بيوجه رسائل تحذرية لأحمد موسى وعمر اديب وخصوصا احمد موسى لان احمد موسى هو صديق شخص لمرتضى منصور رسائل تحذرية من رئيس نادي الزمالك المعذور مرتضى منصور لأحمد موسى هنشوف رد احمد موسى النهاردة هيكون ايه كمان بيأكد انه بتعرض لحرب وان في بعض الناس بتحربه وبيقول لك ان الدولة بتحاربني اه مغارد تصريحات محدش فاهمها من رئيس نادي الزمالك ان برح ظهور بيدل ان رئيس نادي الزمالك في حالة من الظهور وحالة من الصدمة من اللي حصل له الفترة اخيرة لسا منتظرين قرار رسم من زي الشاب ورياضة وزي الشاب ورياضة بيأكد ان قرار رسمة هيكون بعد نهاية افريقيا وكمان منتظى منصور بيأكد انه مش هتكلم غير بعد نهاية افريقيا ده كان ملخص حلقتنا النهاردة كلمنا عن كل حاجة سوى اخبار النادي الاهلي اخبار الزمالك اخبار منتظى منصور وجديد في موضوع منتظى منصور اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وحلقة جديدة واخبار جديدة